الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم عنا تحديث على برنامج العقارات اللي تم عرضه منذ فترة وهو الموقع الذي تم ربطه بالبرنامج حتى يتسنى لصاحب العمل أو حتى السكان والملاك أن يعرفوا حساباتهم ويعرفوا كل شخص يعرف البانات الخاصة بها المرسلة من خلال البرنامج بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير يا شباب كلمة ونص قبل ما نكمل مع الأخ محمد كيفية رابط أكسس بالإنترنت أو البرنامج اللي هو يعرضه اللي هو رابط فيه أكسس بالمقر كلمتين بس قبل ما نكمل عندنا مثلا قناتين قناة الأخ مؤمن وقناة الأخ محمد جمال ما شاء الله من القنوات الواعدة في برنامج أكسس الشباب دول شباب نشيط جدا وإن كنا سبقناهم في إنشاء القنوات إلا أنهم والله الآن بيعملوا فيديوهات وبيجيبوا مواضيع لسه بنشوفها عشان نعملها في البرامج بتاعنا ما شاء الله يعني الشباب متميز ويستحق الدعم مش لازم يبقوا برازيليين عشان يجيبوا مشاهدات ويناس يتابعوه بس الموضوع محبت جدا يعني صراحة الواحد بيحط نفس مكانهم موضوع محبت جدا أنا طلبت منهم الاتنين أنهم يبعتوا لي المشاهدات في القناة عشان أعمل التوجيه ده يا ريت يا شباب نحن ندعمه يعني مثلا قناة دي قناة الأخ محمد جمال فيها ألفين ساعة في سنة المطلوب منه أربعة تلاف ساعة قناة الأخ مؤمن فيها تسعمائة أربعة وسبعين ساعة في سنة يا شباب والله شباب دول يستحقوا الدعم شباب دول فعليا بيدوروا على مواضيعه وبرامج وحاجات جديدة وبيعرضوا حتى الحاجات القديمة بيعيدوا شرحها بشكل أفضل فنتمنى من الشباب كلهم الدعم الدعم يعني يا ريت يكون أنك تشوف الفيديو على اليوتيوب فيه كتير من الزملات متوصل معنا يا سيد أنا محمل كل فيديو هاتك أن الواحد يكون محرج أنه يكسفه ويقوله يا أخي مش بتبسطني أنك تبقى محمل الفيديو هاتك يعني أنك تحمي الفيديو هاتك كلها عندك ده حاجة بدأي أنا شخصياً وبدأ أي واحد عمل محتوى اليوتيوب مش عشان أنت تحميت الفيديو هاتك لا عشان إحنا لا يحتسب لنا شيء من مشاهدتك للفيديو إن كنا من شوف فيديو هاتك تنتشر بشكل كبير ومناسب بيعد المتابعين بتاعها المليون في يوم وفي يومين ده بسبب أنت الفيديو هاتك بتاعتهم بتتشاهد على اليوتيوب فما تكونش أنت رجل طيب كلا ومحترم وتيجي عند الفيديوهات التعليمية وتقوم محمله في الحالة دي انت بس اللي بتعمله ان اليوتيوب بيشوف ان الفيديو ده جير مهم فيديو يعني لو جيته ورقه حتى الفيديوهات عندي على القناة هتجي البصة تلاقي مشاهدات كلها ديئتين أربع دقايق خمس دقايق يعني حاجة كمة الإحباط الصراحة فنتمنى من الشباب كلهم ان احنا ندعم القنوات التعليمية انا اخص قناة الاخ مؤمن والاخ محمد جمال وهي اخص بالذكر هنا طبعا يعني مش عايز استثنى حد يعني انا كانت خايف اعمل الفيديو ده ان انا ننسى قنوات كتير تعليمية انا كانت بتكلم عن قناة الاخ مؤمن والاخ محمد جمال لان القنوات كلها بتبقى محتاجة المتابعة على الانترنت فيا شباب ما تنسوناش بالمشاهدة على الانترنت المتابعة تفعيل زر الجرس تنصح زمال لك وتعمل مشاركة للفيديوهات سواء على اليوتيوب او على صفحتك على الفيس يعني حتى لو انت مثلا هتقوم تصلي وكمبيوتر هيبقى مفتوح فترة شغل فيديو مثلا لمحمد جمال او الاخ مؤمن وسيب الكمبيوتر مفتوح عما تصلي وتركه نص ساعة هتتحسب لنا مشاهدة نص ساعة بخمس سلوات في اليوم بساعتين ونص اتمنى ان انا مكنش تعولت عليكم واتمنى قريب جدا ان احنا نلاقي القنوات دي مدفع عليها الموضوع مش موضوع الدخل اللي بيجي من اليوتيوب وانما موضوع الانتشار لما اليوتيوب بيكسب من الفيديو بتاعك اللي هو اللي حط عليه اعلان خلاص بيبدأ ينشر الفيديو اكتر فالموضوع مزعج شوية بس فترة نكمل مع الاخر محمد جمال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم معنا تحديث على برنامج العقارات اللي تم عرضه منذ فترة وهو الموقع الذي تم ربطه بالبرنامج حتى يتسنى لصاحب العمل او حتى السكان والملاك ان يعرفوا حساباتهم ويعرفوا كل شخص يعرف البانات الخاصة بها المرسلة من خلال البرنامج لكن في هذا الموقع تم ربط نموزج واحد وهو نموزج اليومية حتى يعني يتبين لصاحب العمل او يتابع صاحب العمل الحركات اللي تتم عن طريق البرنامج في اي مكان سواء كان داخل محل العمل او مكتب العمل او خرج مكتب العمل هندخل ونشوف بعض التحديثات اللي تمت على البرنامج وهذا الموقع الذي تم ربطه بالبرنامج اولا بتدخل بتدخل باسم مستخدم محمد افتراضي ورقم وكلمة المرور هي نفس الوجهة لكن تم اضافة بعض الاشياء وهي التعديل على الحركات وحسفها واضافة يعني اشياء جديدة او حركات او بيانات جديدة على الحركة التي تم حفظها اما سابقا كنا يعني نحفظ الحركة اذا اخطأ مثلا موظف او كذا يتم حسف الحركة ثم يسجلها مرة اخرى فهنا في هذا التعديل اضافنا تعديل الحركة ويتم تعديلها كذلك على الموقع وكذلك اضافنا امكانية اختيار العمل عن طريق الشبكة عن طريق وضع الاونلاين او الاوفلاين بمعنى ان لو انا مثلا عندي الانترنت مفصول ولا استطيع ان ارسل البيانات يعني سيحدث معي اخطاء يعني يذهب الى الموقع او يرسل البيانات الى الموقع فيقول لي ان ليس هناك انترنت او كذا فلذلك يعني انشأنا خيار وهو التشغيل في وضع الانترنت او اغلاق الانترنت وهي في بيانات المؤسسة وضع الاتصال هنا اربلا او عدم الاتصال بالانترنت طبعا احنا نعمل على وضع الاتصال بالانترنت على اساس ان نشوف طريقة عرض البيانات اتكون ازاي اول شي انا هبدأ اروح عندي هنا كنده اليومية هنا فاضية لما هروح هنا كده لاليومية هنا فضية مافيش فيها اي حاجة خالص هبدأ اعمل عقد ايجار في البداية عقد ايجار طبعا بكله رقم الكتروني هكتب انا رقم عشوائي وعندي كذلك السكان باختار السكن اللي هتسجل مع هذا العقد هنقول مثلا اللي يكون السكن دوت محمد عبد العزيز بعد ذلك باختار العقار وعمارة الفيصلية على سبيل المثال بتفتح ليه رقم الوحدات الوحدات التابعة لهذه الشقة والفريغة فقط اختار الشقة رقم واحد بعد ذلك باختار القيمة السنوية لهذا العقد مثلا هو اثناشر الف قدمة السكن طيب كل اشياء هذه انا مش مسجلها لكن فترة السداد هل هيسدد كل شهر ولا ثلاث اشهر ولا شهرين ولا اثنين طبعا استطيع ان احرر بيدي اقول ان هو هيسدد كل شهر واحد وبعد ذلك اذا اتممت هذه البيانات اضغط على حفظ حتى يحفظ الجدول ويبدأ في جدولة الدفعات طبقا لفترة السداد وتطبقا لتاريخ نهاية العقد هنا بالفعل عدد الدفعات المتبقية 12 بقيمة 12000 وتم الان ارسال هذا العقد الى الموقع طيب الان انا هذهب الى الموقع وهذا هو الموقع يعني برضو هناك شاشة يعني تسجيل كلمة المرور وهو اسم المستخدم وبعد ذلك بعد الضغط على دخول بيظهر لي رصيد الصندوق ورصيد البنك طبعا هو رصيد الصندوق هنا غير محدس هنبدأ نحدث رصيد الصندوق ورصيد البنك هنا ونعمل تحديث الارصدة حتى يظهر ما يبقى الان الارصدة كلها اصفار ما فيش عندي اي بيانات خالص في الارصدة وكذلك لم يظهر ليه اي بيانات لم يظهر ليه اي بيانات هنا لان انا لم اخترت تاريخ هنا اخترت تاريخ 25 الى 25 من 25 الى 25 بالفعل طلعني ان في حركة واحدة وهي رقم الحركة عقد ايجار رقم ايجار رقم واحد ونوعه العقد ايجار واسم الحساب اللي هو محمد عبدالعزيز القحطاني اللي احنا يسجلن معه هذا العقد ومبلغ هذا العقد المبلغ السنوي لكن هذا المبلغ طبعا لم ينزل في الصندوق لم ينزل في الصندوق لذلك هو يعني اخبرني ان ان رصيد الصندوق يعني صف او الارصدة لا يجد ارصدة لان هذا العقد هو فقط قيمة تكتب في العقد طيب الان اذا ذهبنا سجلنا تحصيل دفعة بناء على هذا العقد طبعا باختار العمارة وبعدها باختار الساكن بظهر لي السكان تابعين لهذه العمارة بظهر لي الدفعات الغير مسددة لهذا الساكن والافتراضي بيقول انه سيسدد الف ريال او انكاس العملة وبعد ذلك يتم حفظ السند بهذه الطريقة طبعا السرعة كما ترون لم يصارك اكثر من سيئة واحدة في ارسال النموذج او ارسال السجل هنا بعد التحديث يظهر معي الالف ريال الذي تم تسجيله عن طريق تحصيل الدفع طيب اذا حصلت مبلغ اخر او اي حركة اخرى هنا اذا ذهبنا الى سند القبض مثلا عندنا اشياء اخرى ناخذ عليها مثلا مثل العمولات او العمولات او اللي هي بسموها الدلالة او السمسرة يعني كما يسمونها يعني اصحاب المجال ممكن ناخذ عمولات مثلا مقابل عقد ايجار او مقابل مثلا ارشاد عن مبنى سكني او مقابل توفيق بين باع ومشتري ناخد مثلا خمسمية في هذا السند سند قبض وبعد ذلك تم حفظ السند في هذا الحركة التحميل هذه هي يعني مسافة ارسال البيان الى القاعدة البيانات الموجودة على الاستضافة طيب الان اذا ذهبنا هنا بالفعل قال لي ان فيه يعني قبض حركة قبض اللي هي رقم واحد ومن عملاء العمولات وقيمتها خمسمائة تريال طيب اذا اردت ان انا اعدل هذه القيمة طبعا الان السند اصبح محفوظ طيب هنا التعديل بيكون بصلاحية اريد ان اعدل مثلا اقول انه مثلا خمسمائة خمسمة وخمسين مثلا خمسمة وخمسون مثلا وبعد ذلك اضغط على حفظ طيب تعال نذهب الى الموقع ونشوف بالضبط عن دلي قال لي ان المبلغ اصبح خمسمائة وخمسون طيب اذا اردت ان احذف هذا السجل يعني نهائيا من البيانات بهذا الطريقة يعني يعطينا تأكيد على حفظ السجل او حاسفه طيب اه هاذهب ساذهب الان اذا الى يعني صرف اه مثلا نعمل حركة صرف لاصحاب العمل ما اليكن ممكن اختار علي هذا وعلي مثلا سياخذ مئة وعشرين مثلا تمام تعال نذهب ننزل الى هذا الحركة بالفعل اه تم حذف السجل وبعد ذلك قال لي ان هو قحطاني خد مئة وعشرين تم حذف السجل الاول و اه اخذ وتسجيل السجل اللي هو بمئة وعشرين طيب الان ساحدث الارصدة تحديث الارصدة يمكن ان يكون قائلي و يمكن ان يكون يدوي احنا هنا يدوي على اساس ان يعني على اساس ان هو ياخذ وقت طويل شوية في التحميل يعني ياخذ وقت طويل شوية في التحميل فهنا اريد سرعة البرنامج يعني لا تتأثر بهذا التحديث الآن هو تم التحديث يعني هو بياخد تقريبا سبع ثواني فالسبع ثواني دول عند بعض الناس عند بعض المجالات في العمل بتكون كثيرة ويتسبب لها معطرة فيعني على حسب طلب صاحب النشاط فنحن خففنا هذا وجعلناه يعني يدويا أو اختياريا الآن إذا ذهبنا وفتحنا الموقع مرة تانية بهذه الطريقة أصبح رصيد الصندوق الفرمومية وثلاثين هو لم يظهر لي الحركات عشان أنا ما اخترتش التاريخ وأظهر لي جميع الحركات اللي تم تزيل بهذه الطريقة يستطيع صاحب العمل أن يتابع عمله عن طريق الهاتف أو عن طريق الجوال طبعا يمكن كذلك إضافة أجزاء خاصة بالعملاء خاصة بالملاك يستطيع كل مالك أو كل ساكن يدخل يعني على حسابه وينظر ماذا عليه عليه خدمات عليه كهرباء عليه دفعات غير مسددة عليه ينظر إلى الدفعات التي سددها طيب الآن سننتقل إلى شاشة الهاتف شاشة هاتف الجوال ويعني ننظر كيف يكون عرض هذا النموزج فيه هاتف في شاشة الجوال نفس الأمر أنا هذهب إلى الآن هدخل على الموقع برضو هفتح كده الموقع أنا عندي هنا الرابط على هذا هو الرابط نفس الكلام بيظهر معي شاشة المستخدم أو اللوجين فورم وبعد كده بدخل كلمات السر بالضبط ففتح لنفس البيانات ومحتاج أن أنا أخذ معاه التاريخ هنا بقوله تعيين للتاريخ وبرضو بقوله تعيين التاريخ لو تاريخ اليوم يعني بس ظهر معي الحركات نفس الحركات اللي هنسجل لها للوقت هروح على البرنامج وسجل حركة أخرى ممكن أسجل مثلا هنا سند أو ممكن أخذ تحصيل مثلا دفعة تحصيل دفعة من النفس الساكن قاح طالي لوا بس الدفعة رقم اثنين قيمتها ألف وعد ذلك حفظ مجرد ما أعمل بس تحديث للنموزج بالشكل ده تحديث الصفحة نزل معي تحديث محمل عبد عزق قاح طالين دفع ألف لو سجلنا في عندي حاجة اسمها إضافة خدمات على الساكن يعني الساكن ينزل عليه خدمات كهرباء مية أشياء ذا كده ممكن نقول مثلا مية وعشرين خدمات أو إصال خدمات تعالى نشوف كده تعالى نجرب ظهر معي إصال خدمات بمية وعشرين أهود بهذا الطريقة وبهذا السرعة أتمنى يكون يعني الموضوع أعجب الناس والناس استفادت منه وطبعا ممكن تستطيع طلب البرنامج عن طريق مرسلاتنا على الأرقام الموجودة أسفل الفيديو والبيانات الموجودة أسفل الفيديو ونشوفكم على خير في برنامج جديد وفي درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته